اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العالى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان الشركة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية الصديقة ترتكز على مستوى عال من التواصل والتنسيق الفعال ما يدعم التقارب والرؤاحية لمختلف القضايا والتحديات وحتمية حفظ الامن والاستقرار على الساحة الدولية انطلاقا من القيم الحضارية التي يلتزم بها البلدان الصديقان بما يصون المجتمعات ويحفظ روح الانفتاح الحضاري والتواصل الانساني الواعي جاء ذلك لدى استقبال سموه بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين السينتور ريتشارد بير رئيس لجنة الاستقبارات بمجلس الشيوخ الامريكي ووفدا من عضاء مجلس الشيوخ بحضور معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ومعالي وزير الخارجية وعدد من المسؤولين حيث اشهد سموه الى ان حرص البلدين على مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين قد انعكس بشكل ايجابي على تدعيم مستويات التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة واكد سموه على ضرورة مواصلة الجهود للبناء على ما تم تحقيقه من خلال الجهود الدولية لمكافحة الارهاب عبر السياسات والخطوات الفاعلة باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي ككل بما يتصدى بشكل حازم لكافة مظاهر الارهاب والفكر المتشدد ويعزز البيئة الملائمة لتحقيق المزيد من المكتسبات التنموية التي يعم مردودها على الجميع وتم خلال اللقاء سعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي ومجمل القضايا على الساحتين الاقليمية والدولية من جنب شكر السناتور ريتشارد بير صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء كما أعرب عن شكره وتقديره لمملكة البحرين لما بلغته الشراكة القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية من مراحل متقدمة أسهمت في تعزيز بنية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين